اهلا وسهلا فيكم في قناة A&Y Games تصبحي على خير يا روزي انا كتير انبسطت معاك بالحفلة وانا كمان يا ديفيد كتير انبسطت معاك ومثل ما اتفقنا بشوفك بكرا ان شاء الله علشان تاخدني على مملكة النار اكيد اوكي يلا مع السلامة تصبح على خير يا الله كان يوم لطيف ما توقعت اني اتسلم مع ديفيد هيك خفت انه هيك يكون نكد لانه جني نار ناري تصرفاتها غريبة بس انا متعودة عليها بدي اشلح هذا الفستان لاني كتير اتعبت فستين الحفلات ابدا مش مريحين اوبس اه اه ما توقعتك يكون شكلي لما اشلح اه لو سمحتم حدا يتطلع علي والبيجاما التخمت اه واني البيجاما اوكي هاي البيجاما هون اه اخلي نلبس اي بيجاما اي شي بسرعة مش مهم اوكي هاي لبست البيجاما اشي البيجاما او كتب شو قيلها غريب هلا بدي اشلح البلوزة اه واخيرا طلعت كرشي كتير كانت البلوزة فعصة كرشي احلى شهور في العالم انه كرشي الانسان يتنفس خليني اروح انام على السريري واحلم اني عرفت مين امي وروحت على مملكة النار اوه ديفيد اخيرا اجيت بسم الله شو بتعملي هون ليش وقفة بالممر ليش وقفة بالممر بستناك طبعا كل هذا بتتعشو يعني انت عارف انه هاي الانسانة كزابة وانه هي عم تخفي اشي خطير وانت عم تصادقها ولك انه هي عملة اشي ناري انت عارف ليش انا بروح معاها انا بدي اسحب منها معلومات وخطتي عم تنجح هيا حكتلي انها فاقد الذاكرة من هي والصغيرة ومو متذكر اشي عن مملكة النار وبتهياني ااخدها فدليل انه هي بدأت ترتحلي وتحكي لي اشياء اه واضح انها كتير مرتحة لك لدرجة انها عملك طبيبها النفسي وبتحكي لك عن اضطراباتها العصبية اسمع ان هاي المسخرة مو عجباني حسن رح يضيع الوقت ونحنا مو منجزين اي اشي لازم نروح نحكي للقادة في مملكة النار وهم يعرفوا يتصرفوا معاها نحكي شو احنا معنا معلومات كافية ناري الدنيا اخر الليله خلص انا راسي بوجعني يلا روحي نامي ديفيد ديفيد يا سلام هلأ انا صرت بوجع الراس ايش الصبح اه انا اليوم اتفق مع ديفيد انا نروح نشوف مملكة النار خليني ألبس بسرعة ما بدي اتأخر انا هيك صرت شاهزة خليني بسرعة اتلاق مع ديفيد اتفقنا نتلاق عند مدخل البوابات يا الله وينو ديفيد ليش له هلأ ما ايجا اوف كتير اتأخر معقول ما رح يجي وبتهبل علي يا الله انا كيف هيك اثق فيه اكيد هو ما رح يجي يعني ليش بده يجي خصوصا بعد ما اتخانقت معه وحرقته يا ربي رح استنى خمس دقايق اذا ما ايجا رح اروح روزي اه ديفيد فكرتك ما رح تيجي ديفيد شو مالك هو لا اشي رجلي بتوجعني شوي لاني معني متمنح ديفيد هراجاتك كتير غريبة بعرف بعرف رجلي متشنج شوي اه سلامتك اه خلص راحت يلا تعالي هيك نتسلى ونعمل اشياء كجنيين نار بالمدرسة اه بس احنا متفقين ان نروح للمملكة النار بعرف بس خلينا نتسلى شوي اول بس يا الله شو ما له هاد شو اشياء كجنيين نار يلا تعالي في كتير اشياء مسلية ممكن نعملها انتي عشانك مش متذكرة خلينا نتذكر الانشطة اللي بعملوها جنيين النار انشطة مثل شو كتير في اشياء مسلية مثل انه احنا ندايق الناس ندايق الناس ليه هاد اكتر نشاط مسلية تعالي تعالي اي في بنت هناك وقفة شكلها كتير غريب ايش هم تميل يلا تعالي نحولك لباربيكيو ليش هيك لابسة شوفك رحالك باربي ديفيد انا اسفة بس احنا عم نمزح معاكي بس يا الله رح تضربنا شفتي هادالي عاملين حالهم لطفاء هم قمة الشر لا ما معروش كنا عندها قوة ايش الظلام انا انا ما علي علاقة استنى ديفيد بدي اهرب تعالوا شو بتكم نتقاتل يلا تعالوا لا انا ما بطي اتقاتل ولك ديفيد وين رحت انا تخبعت هيني هون يا الله يعني انت تعملي العملة وتتخبأ وانا بالاخر ادخل في الضرابة عنك تعال خلص تعال نتخبه هون ديفيد شو هذا الازعاج وقف الزمون لا خلينا نقبل عزعاج وشو عم تعمل هلأ؟ عم بحاول أحرق المي المي؟ يعني كيف بدك تحرق المي؟ عادي يعني أصلا المي ما بتنحرق بعرف بس هيطلع الصوت تش 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 هاد الصوت كتير حلو انت عندك مشكلة في الأصوات الحلوة والبشعة طب يلا هاي نشاط لفي على البسكليتات انا مبعرف اسوء البسكليت اه روزي انت كتير حياتك مو ملة اه فعلا جدا مو ملة طيب هي ديفيد خلص ديفيد اضل الحق وراك اليوم شو عملك حتى بسكليت ما بتعرف يتسوقي؟ بعرف بس بطيئة كتير يعني رجلي حيكونوا اسرع من البسكليت اه يعني انت شو غال ركد؟ اه بالضبط شوفي هاي البنت اللي حرقناها شكلها عم تتحول اه غريب شفتي شوفاءت الحرق دقيقة كيف يكصر شكلها؟ كتير تغيرت شوف لو بحرقها كمان تتغير اكتر استني ايش هاد الدبدوب اللي عظهرك؟ شوفتي احنا بنساعد انات يطلعوا قدراتهم الكامل احنا مش اشرار ابدا اه ها ها معك حق بسي فعلا اتحولت شو هات شوف لو حرقت الدبدوب بصير اشي يا الله شكي لها عصبت ديفيد شوف ايليان خلينا نحرقه هاد لازم نحرقه اه راضي بدأت تتطوري اه لا بس عن جاد تطلع ايليان ايليان لا بس فستان شاد اللابسه هو ولد ولا بنت استنى استنى لازم لازم نلحقه هلا رح انلحقه بسرعة لو اخدنا البسكيليت كان اسرع لا لا هيك اسرع خليني اصير وراه لا دروح لا دروح لا دروح شاد كأنه تتحول لاشي تاني يستحول لبنت شعرها اخضر واش هاد انا مش قادر افهم هاي المدرسة فيها كتير اشياء غريبة طبعا هاي البنت كأنها جنية نار زينا ما بعرف مش اي حدا لابس احمر اكيد هيكون جني نار يلا تعال خلاص قررت نروحها المملكة مش ضايل اشي خلينا نتسلى شوي عادي اي وقت بنروحها شو مستعجلة هيك متحمسة طيب خلينا نتسلى بالغابة اول اه طيب مثل ما بدك مع انه غريب يعني انت ما كنت اتوقع بتحب الغابة بالعكس كتير بحب احرق المشروم ليش؟ هيكي بتطلع عقضا وبسلي اه هو المشروم المشوي زاكي طيب تعالي يا روزي نوعد نرتاح شوي الجو حلو اه انا كمان تعبت كتير من المشي تعرف هي يا روزي انت كتير مسلية انا كتير بستمتع لما اكون معاكل وانت كمان يا ديفيد على انك بتعمل اشياء مجنونة الا انه دمك خفيف وبالضحك هاي مش اشياء مجنونة هاي اشياء عادية يا سلام يا سلام ناري شو هاد عاملين بيكنيك ومو حدا حاكيلي شو مالك مو عاملين بيكنيك ولا اشي كنا نتمشى وتعبنا وارتحنا مش شايف معانا اكل وعصائر واشياء اه هذا اللي ناقصت جيبوا اكل وعصائر ناري اعطي معانا ما في مشكلة اه روزي سمحت اللي واو شكرا ناري مالك بشكرك كتير يعني مو قادر اعبر عن الشكري لانك سمحتيلي ناري تصرفاتك غريبة اه انا اللي تصرفاتي غريبة لأذي فاكرة حالي شو فاكرة حالي جنية لا انا مش فاكرة حالي جنية اصلا انا فاكرة حالي ارد اه 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 ديفيت ممكن تساعدني اه 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 ا طيب معاك حق كتير زودتها انا رايحة يا الله شو هاد معقول اكلت اشي من الغبخ لها تنجن ديفيد وينك هيني هيني اجيت ما بعرف لاش هيك عم تتصرف ولا انا ما كانت هيك شو صير لها مش عارف اسمعي خليكي هون شوي بدي اروح احكي معها طيب رح استنك ناري شو هي التصرفات الغريبة ما بدي اسمع ولا كلمة منك لا تحكي معاي ناري انت عم تخرب كل اشي عم بخطط له بتصرفاتك هاي وصخافاتك شو هادا اللي بتعمليه لا 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 ما بدي اسمع ايشي نانا نانا شو هاي الصخافة والله ولي بحكي مع بلت من ابتداء المهار خلص انا رايح ديفيد خلص خلينا نروح امام ملكة النار طيب يا روسي تعالي يلا نروح عن جاتي رح تاخدني اه هلأ خلص خلينا نروح يبقى هيك يا ديفيد تحكي عني سخيفة وتحرجني قدام روزي وطول اليوم وانا مراقباك وشايفة انكم عم تلعبوا وتتسلوا وتروحوا ومعا ما لك تشتغل ابدا وبعدين هاي روزي من متى صارت صديقتك وين هادا جيمس عنها جيمس كيف رحت عن بالي هاي انا لازم احكي مع جيمس واقوله عن علاقة روزي بديفيد وانو ديفيد هم يستغلها ابشاء استغلال يا ترى شو رح تكون ردة فعل جيمس لما يعرف انا رح اوريكم انتو الاثنين ما حدا بغلط مع ناري ابدا يتبع في الحلقة القادمة في الحلقة الجاي رح تروح ناري وتحكي مع جيمس وتقوله عن علاقة روزي وديفيد يا ترى شو رح تقول بالضبط وشو رح يكون موقف جيمس لما يعرف وكمان هل فعلا ديفيد رح يطلع صادق وياخد روزي على مملكة النار ولو اخدها شو رح يصير هناك كل هاي الاحداث رح نعرفها بالحلقة الجاي اذا عجبكم المسلسل اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس عشان تعرفوا متى رح تصل الحلقة الجاي واشوفكم في فيديو تاني باي باي